يتيم و صغير لأنه ما في يتيم بعد البلوغ يتيم معناته صغير يتيم صغير ما عنده حي لافع عنه وهذا يأتي يعتدي على أمواله و إذاك الله تبارك و تعالى توعد من يعتدي على مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال يتاما ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآيات عن اليتاما خافوا اللي كان عندهم أيتام يعني في بيوتهم يربونهم عياله خوع يا لخته عيال جيرانهم عيال ولد عمه يتيم ما لا أحد المهم كانوا يربون الأيتام في بيوتهم بخلاف ما يفعله الناس اليوم إن الأيتام يربونه في ملاجئ و هذا غلط الأصل الأيتام يربونه في البيوت عيشون حياة اجتماعية طبيعية عادية فالمهم أنه كانوا كانوا يخافون أنه يعني يقع منهم شيء في حق اليتيم يقصرون يأخذوا من ماله لأن عايش معهم فعزلوا الأيتام أكل الحال شرب الحال حتى الأكل إذا زاد ما يأكلونهم خلونا حتى لو فسد هم ما أجيسه هذا أكل اليتيم ما اليتيم حتى أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهدأت نفوسهم هدأت نفوسهم و إلا خافوا من هذا الأمر بخلاف من الآن يعرف اليتيم و ياكل أموال و و يستحلها و العياذ بالله و يعبث بها مصيبة ما يحدث اليوم في كثير من الناس الله مستعد قال وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ ما هو الأحسن؟ قال أهل العلم تنميه له تعمل الصالح له شيء فيه منفع لليتيم بس ما يجوز تقترض لك من مال يتيم ما يجوز تجمل بالناس بمال يتيم تقرضهم من مال يتيم ما يجوز مال يتيم تأخذ تبني في بيتك تعدل فيها ما يجوز ما لليتيم ما لليتيم لا يجوز العبث به ولا أخذه إلا من يتق الله تبارك ته و يثمره له أما أنه يستفيد المال يتيم لا يجوز أن يستفيد المال اليتيم أبداً قال وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ فَقَطْ تَقْرَبُوا مَالَ